لأرواح القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب أول واحد مات الثاني أنا طلقته والثالث عشق علي والرابع متمسك فيه 24 ساعة بحبه كثير بموت فيه هذا الرابع هذا الرابع الرجال سند رجال وانيس إليه ورجالي بيحتمو له عملوا لي إيمي لما اتجوزت صراحة ليس ممكن المرأة تعمل إيمي لها نفسها بعمل إيمي نفسي بس العالم هاك حوالي كانت بس أخذوا أولادة صورت وحيدة يعني خلص اخسرتهم ربت على الفاضي مين أخذوا أولادك أهلهم أهلهم أهل زوجك الأول أه أه أخذوا الأولاد من أمهم ومن حضن أمهم أه داليا ثلاث سنين بعدها مش ثلاث سنين لوحدة يعني بدون أولادة بقى ما اتجوز ضغرة لعني ما بدي فاتش عليها العريس هو بيجي لوحده كيف أجي العريس لك؟ عم ضب اللي غسلت قبل ما تشت اللي لقات واحد طويل واقف فاق على البرندة قلتلي شو عم تعمل هون شو قال لي قال لي عم تركب ساتيلايد قلتلي بتركب ساتيلايد قال لي قاتك لها معيني المهم صديقتي موجودة معا قالتلي يا الهام هذا الشاب عينه عليك ما عم يقيم عينه قلتلي شو بدي فيه هذا صغير شو بدي فيه قلتلي شو بدي فيه قدي يعني صغير اي يعني هلأ هو 23 سنة أنا عاربة قلتلكم المهم كل يوم يدق لي شو ماشي الحال عايز الشي أبي تمن على الصورة اي اي كل يوم يعمل حجي يعني بلش أنا ارتحت له نفسيا صوت أشكيله أهمة انه أنا كان أولادة معي وأخذوا لأهلون صوت أحكيله صار كل يوم بحدثني دل له 3 شهر 4 شهر يحكي معي آخر شي تتجوزيني؟ قلتلي ما بقدر لأنه أنت صغير شو بدي قوله أهلك؟ شو بدي قوله العالم؟ قال لي ما بهمني العالم بعدين لما تجوزني بطل إيه بين العالم لا بطل إيه بين العالم أنت أكبر مني ما عايش يدر يمشي بالطريق أسباب الطلاق كانت أسباب الانفصال كانت متعلقة بفرق العمر بينك وبينه أو متعلقة بأسباب أخرى؟ أنه هو نيتو أنه خلص في واحدة عندها بات بتكسلي بتطبخلي بهذا وبتدلل عندها حاطب بهالنية وفاعدوا بيو يعني كان في مصلحة مصلحة 100% مصلحة ولما حبلت زعل أنا منا عارفها زعل زعل من زواج الأول كم ولد كان عندي؟ ثلاثة أولاد ثلاثة أولاد ومن الزواج الثاني؟ بنت ثلاثة أثنين كان عمرها لما طلقنا ثلاثة أولاد ما الذي يخلق الهام بعد طلاق أول وثلاثة أولاد طلاق ثاني وبنت ما الذي يخلق الهام؟ ترجع تقدم على الزواج مرة ثالثة بمؤسسة أثبتت له أنه منا مؤسسة فلشة ولكن مؤسسة فشلت معه؟ مضبوط أنه لا أغلط بعد نفسي غلطة الثالث كان عم يقلس الطريق تحت بالحياة أنا منا عارفها ما بعرفه يعني بيجي من منطقة بيجي عندي على الحياة بيجي رجال كبيرة عندي جارنا بقول لي يا إلهامي يا حبيبتي لو تعرفي هذه الزلمة آدمة يومية مئة دولارة يعني بعيشك أحلى عيشة أحسن ما تتبهدى وتعيش لوحدك وتشتغل وتتعذب قدمة قلت له عم تحكي جاد قلت لك كمان شطلق طلع أنا أكبر منه بستة عشر سنة يعني حظي بالصغار حظك؟ بالصغار حظك؟ أو أنت بديك؟ لا 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 أنا ما بدي أنا بدي بين عمري ما عمري إيه؟ عم بيجي الحظ هكذا هلأ ستة عشر سنة بينه وبينه هذا العريس الثالث الثالث أول ما تعرفت عليه أدى كان عمريك؟ 42 أنت عمريك 42 والعريس الثالث عمره؟ ستة عشر ستة وعشرين سنة ما خفتي أن هذا الزواج أيضا في فرق عمر 16 سنة يكون نفس مصير الزواج السابق بس بيان لي بحبني كثير بموت علي بحبني كثير كثير كان معاملته مليحة أول شيء جوزته ماذا أدى إلى هذا الطلاق وإلى مشاكل أيضا بهذا الزواج تحديدا؟ كان عنده مخطط قبل أنه محامل بدي أخلف قال لي جاب لي ورقة قال لي مضيلي إياها قال لي مضيلي إياها وكتبيه بأثم البيت لأنه فيه منه بموته إنه عمي والده قلت له لا إليك ولا غيرك ما بكتبه شقام راح عشق علي وفرجين إياها قال لي شوفيها شو حلوة حرق لي قلبي العريس الرابع الرابع الرجل الرابع عم يفوت على ملفه أنا معام بعطيه قبول أين؟ بالتانجو ساعة ثلاثة باللال يأتيني واحد كاتب ممكن أن أتعرف قال لي مصطلح عليك أن تتعرف ساعة ثلاثة باللال يا ظالم ما قال لي؟ قال لي ما أريدك مني؟ ساعة ثلاثة مفيقنا قال لي صراحة أنا أريد أن أتجوز قال لي احترامي إليك كلهم كارزبين صرت عايز في مليون رجال بالتانجو كلهم كارزبين ما تثبت لي؟ قال لي قال لي من من أحدا من أهلك لا أذهب وطلبك قال لي قال لي قد أن أدى عمرك قال لي عمري تطلبني قال لي مشتعد من بكرة بالفعل جاء بأمه وخيه وقال لي وطلبوني رسمي يعني معناته الحمد لله تانجو نجاح كامل أدي فرق بالعمر بينك وبينه يكي خمسة سنين خمسة سنين أنت أكبر منه؟ ايه يوم إلهام تتقدم بالعمر السنوات تمرق تجارب تجارب مع الرجل والزواج تجارب فاشلة أديش اليوم إلهام هي اللي عم تتمسك بهذا الزواج وما رح تخليه يفشل لأنه بعد هذا الزواج بصير أصعب حظوظ الارتباط بإذن الله هيدا آخر واحد وبالفعل متمسك فيه ومتمسك الحمد لله متفقين وهيدا آخر بزواج نهائي لا أقول لك لا هويته موجود بجزداني ومصاري ما بعطيه بلكن هرب خلاص هيك ما بكلته وبدل معه 24 ساعة الزواج هو المرأة تكون مسيطرة على الرجل لكي يستمر الزواج أو يكون في تفاهم بين المرأة والرجل لكي يستمر الزواج لا 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 تفاهم الطرفان لا 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 أحب أن أنا سيطرة على هذا لا أحب هذه العادة لا لا أديث هل يكون اليوم متزوجين سنتين ونص سنتين ونص ما اسم زوجك حسن استقبلوا معي حسن أهلا مرحبا حسن فضل حسن زوجة لولو زوجة رقم ثلاثة أربعة خمسة لا لا أنا ثالثة عنده أنت عنده الثالثة هلأ لحفهم أنه هو مجوز مرة ومرتين أنا الثالثة هو عندك الرابع لا أفو هو الرابع الرابع حسن أنت مزوج أول مرة وثالث مرة وثالث مرة وثالث مرة لولو لا أحكي بالأول وبالثالث أفهم منك وقتك تعرفت علي على الطانجولا لولو ما عشبك بلولو قبل وخليك أنه بدك تعرف عليها وتعلق عليها الساعة الثلاثة وتجيب رقمها على الواتساب وتبعت لها أيونا مية نزولات عملتوا مش هنينجح هذا الزواج أول اتفاقنا نحن إياها ما بدنا أولاد أول اتفاق مين حتى هذا الشرط أكيد مرتي لولو أنا قلت له ما بده قلت له ما بده أولاد قلت له أنا معك ليه أنت وفقت على طلبة لأنني بدي إياها لأنني بحبها أحب لهو المشتمع يمكن ما يرحم بس أنا ما بطنق ما بسمع كلام من المشتمع لما تشوف هيك بعيون المجتمع شو بتشو بتقول بابطة بواحدنا بالفعل ما عشي همنا حدا بالعكس بعطة ومنمشي عنه إياه عادي بحس الناس أنه بغاره خلص أطعوا الأمل أنه أنا أتطلق خلص بغاره أو بقول أو بغاره ونفس الوقت لماذا بدون الغاره؟ بغاره لأنه لماذا بعدني ما أطلقت؟ ليس أنا أطلقت؟ في منهم وليدهم بعضهم قاعدين بدون زيادهم بعدك هلحظت التعارف؟ بعدنا هلحظت التعارف بينه وبينه بعدك ستة شور آه بعد ذلك لا لا إذن الله لا إذن الله أعطونا هك قلنا مبروك هكذا أعطونا بعد كم سنة لو رح تكبر لا أنا بالعاكس سنة أعطونا صغيرة بالنظري أعطونا أعطونا يا حياتي يا عمري شلي اليوم عم بتعيشه لولو مع عشته بكل زيجاتها السابقة أو بكل سنواتها اللي مضيت الحب والحياة